عايزة اقول لهم ما تسيبش حقك يعني 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 اعملين تاع القهربة ده يعني القهربة ارجو انه يعني ياريت انه يعني يبعتولي صورة الوصل ده على الفاكس بتاعهم اه على 33-055-758 اه يعني ما يبعتوه باي وسيلة من الوسائل يعني في 96 احمد عربي في المنسين اه انما احنا طبعا يعني انا عايزة اقول له حادثك حاجة احنا عندنا فيه ضرر الشكاوى لا انت تقدر على شركة القهربة اه احنا افن لا انت تقدر على شركة القهربة يعني لا وص حادثك احنا احنا نمثل مستهلك وبالتالي احنا نقدر على اي حد طالما فيه صح ما يقبلش القسم على اتنين طب رقم الفاكس كم الفاكس بقولنا تاني 33-0 33-0 55-55 75-8 75-8 ده بتاع اللي هو الشخصي عظيم 33-0 55-7-5-8 بدل 8-3 و بتاع الجهاز اخر 3 اخر 8 خلوها 3 نمرة اتنين احنا عندنا بنتلقى فيه هناك في وزارة الكهرباء جهاز اسمه جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك حتى ساعة بيحصل لبس عند الناس يقولوا ان احنا اخترناك وانت بيكون هو بعته لجهاز تنظيم الكارباء وحمية المستهل انما احنا يعني للاليات النيدية ان احنا بتكلم دلوقتي على حكومة ففي الاليات اللي هي اللي موجودة ان احنا بنبعت لهم الشكاوة ولينا ممثل في لجنة بتاعة فحص الشكاوة الحاجة اللي عايز اقول لحديتك حاجة ان تم تغيير اللي هو القانون اللي منظم لهذا المجلس باضافة رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المنافسة داخل المجلس وانا اعتقد ان احنا صوتنا هيبقى واضح جدا ان احنا لان في حاجات كتيرة احنا مش هادين